ترجمة نانسي قنقر أن الرؤى الملكية النيرة لحضر الصاح والجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه حول أهمية الاستثمار في اقتصاد المعرفة والتقنيات الحديثة وضرورة العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لدراسة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف المجالات والحقول باعتباره المحرك الرئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة جعلت المملكة في مصاف الدول التي خطت خطوات متسارعة في مواكبة هذا التوجه العالمي فقد عملت المملكة على ادماج توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف الأنشطة والمجالات وذلك بفضل الجهود الرفيعة والمتواصلة التي يبدلها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تطوير واقع التوظيف المناسب لتقنية الذكاء الاصطناعي بما يحقق الرؤى والاستراتيجيات والبرامج الوطنية وبما يخدم رأية البحرين الاقتصادية 20-30